حرصا مننا على داء المسؤولية المنوطة بنا وتأكيدا لشرف الواجب الذي حملنا به فإننا سنحرص ونبذل كل ما يجب بذله من أجل تحقيق ما يلي أولا التحضير الإجراءي انتخابات حرة ونزيهة وشفافة بالتعاون مع ممثلية هيئة الأمم المتحدة في العراق وخلال مدة ناقصها سنة واحدة وتقديم متطلبات الدعم اللوجستي للمفوضية العليا للانتخابات وبما يضمن توفير المناخات الملائمة لإجراء الانتخابات المرتقبة ثانيا إلاء الجهد الأكبر لمواجهة خطر تفشي وباء كورونا وتقوية ودعم خلية الأزمة بكل مفاصلها واتباع السياقات العلمية المعمول بها حاليا في دول العالم المتقدمة وعلى نحو طارئ لحماية شعبنا من هذا الخطر الذي يهدد اليوم العالم بأسره دعاؤنا أن يحفظ الله شعبنا وعموم المجتمع الإنساني من هذا الوباء ثالثا التعجيل بإرسال موازنة سنة 2020 لمجلس النواب للمصادقة عليها وذلك بعد إعادة النظر في إمكانية زيادة الإيرادات وخاصة غير النفطية منها والحد من الإنفاق غير ضروري لمعالجة العجز المالي واتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة تداعيات الهبوط الحاد في أسعار النفط رابعا العمل على حصر السلاح بأد الدولة والقضاء على كل المظاهر المسلحة وبسط سلطة الدولة وتعزيز استعادة السلم الأهلي التام والتعايش المشترك بين الجميع على اختلافهم وتنوعهم الجميع على حد سواء ومن دون تمييز خامسا حماية أمن المتظاهرين والناشطين والتأكيد على حرمة التعرض لهم والاستجابة لمطالبهم المشروعة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى الخدمات الأساسية والعمل بجد على ملاحقة القتل والكشف عن هوية من كان وراء سقوط آلاف الجرحة من المتظاهرين السلميين ومن قواتنا المسلحة وتقديمهم للقضاء فضلا عن رعاية وتكريم عوائل الضحايا والشهداء والاهتمام بمعالجة الجرحة